طيب نبدأ بأسئلة أستاذ إبراهيم وكانت يسأل على الروح سيدنا هل الروح مولود أم مخلوق والروح الأول ولا الجسم؟ هو طبعاً إحنا الكيان البشري كله مولود ومخلوق يعني أنا مولود من أب و أم كلمة مخلوق يعني جاي من العدم لكن إحنا مولودين من أب و أم مفيش حد فينا جاي من غير أب و أم لكن جدينا الأصلي أدم مخلوق يبقى إحنا مخلوقين في آدم ومولودين من أبائنا المباشرين على طول الكيان البشري كله بما فيه الجسد وبما فيه الروح فما أقدرش أقول للروح مولود ومش مخلوق أو مخلوق مش مولود هو الروح بتاعة الإنسان مع الكيان الإنساني من إمتى بقى من أول لحظة للإخصاب يعني الخلية جاية من الأب مع خلية من الأم بيعملوا خلية واحدة اسمها زيجوت الزيجوت ده لابد يكون حي عشان يبتدي ينمو في بعض من الأم عشان يبقى جنين في خلال ستسعة شهور لو زيجوت ده مفوش روح هينمو زيج يبقى ميت زي ما بيقولوا مثلا إن واحدة مش بتحبل ليه عندها مثلا حيوانات المانوية ميتة ولا البوايضات ضعيفة فالجنين بيتكون ميت هيكبر إزاي فمن أول لحظة تكوين الزيجوت في جسم الأم بيبقى حي حي معناها في روح في ناس طبعا بيؤمنوا إن الروح بتدخل في الجنين بعد ربعين يوم لا ده مش طاح يسين من أول لحظة إخصاب فإذا الجنين كائن حي فيه نفس وفيه جسد وفيه روح وفيه عقل بس لسه بيانمو بالتدريب